السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبائي في قناتكم وصفات لكم اليوم أحبائي وبإذن الله سوف نقوم بعمل صبغة رائعة جدا صبغة هي للشعر باللون الأشقر الدهبي إن شاء الله هي صبغة طبيعية مئة بالمئة وبدون مواد كيميائية أي المواد المضرة بالشعر سوف تستعمل في هذه الوصفة مواد متوفرة في كل بيت طبيعية مئة بالمئة إن شاء الله من أول استخدام سوف تلاحظون اللون وأيضا بمواد لن تضر بالشعر كالصبغات المضرة بالشعر والتي تسبب تساقط وتقصف للشعر أما وصفة اليوم فهي تغدي الشعر أيضا تعطيه لون رائع جدا فتابعوا معي أحبائي لآخر الفيديو لكي تتعرفوا على المكونات وكذلك على طريقة التحضير فأود أن أرحب بكم في قناتي وأتمنى كذلك من الزوار الجدد أي الذين أول مرة يزورون قناتي أن يشتركوا فيها وذلك بالضغط على زر سبسكرايب أو أبوني للاشتراك وكذلك تفعيل الجرس لكي تصلكم جميع فيديوهاتي ووصفاتي الطبيعية والمضمونة وأتمنى منكم حمل لايك ومشاركة الفيديو مع أتقائكم لكي تعم الفائدة فأول مكون لدينا هنا كما ترون هو عشبة البابونج عشبة البابونج فهي تعطي لون رائع للشعر ومفيدة جدا للشعر فهي متوفرة عند العطارين نحتاج هنا تقريبا إلى خمس ملاعق من عشبة البابونج مع مقدار كأس من الماء نأخذها يوضع على النار ونضع فيه تقريبا خمس ملاعق من عشبة البابونج مع كأس من الماء هنا كمية الماء سوف تقل عندما نقوم بغليانها هنا نحن نريد أن تكون كمية العشبة كثيرة بعض الشيء التي تعطينا كثافة في اللون نضيف عليها كأس من الماء ونضع الكل على نار هادئة حتى نرى أن الماء بدأ يأخذ لون عشبة البابونج وبعد ذلك أي بعد الغليان نزيل الإناء على النار نتركه حتى يبرد فإن رأيتم هنا أن كمية الماء المغلة قليلة فيمكنكم إضافة القليل من الماء الدافئ وبعد ذلك نأتي بالمكون الثاني الذي سوف نحتاج في هذه الوصفة وهو الكوركم هنا نأخذ وعاء لمزج وعمل هذه الخلطة هنا مقدار الكيميا يختلف من شخص لآخر وذلك حسب الطول وكثافة الشعر نأخذ تقريبا ملعقتين من الكوركم ونبدأ بتصفية مغلل بابونج الذي سوف نمزج به هذه الوصفة بعدها نبدأ بخلط المزيج جيدا حتى نحصل على القوام الذي نريد فالكوركم هناك كذلك مفيد جدا للشعر بعد ذلك نضيف آخر مكون وهو عصير الليمون فهو ضروري جدا في تثبيت اللون على الشعر كما أنه مفتح للون الشعر كذلك يزيل القشرة على فروة الشعر وينطف الفروة فبعدما نحصل على قوام يسهل فرده أو توزيعه على الشعر نبدأ بتقسيم الشعر على شكل خصلات ويجب هنا أن يكون الشعر نظيف جدا أي أن لا يكون الشعر مدهون بزيوت يجب أن يكون الناشف لكي تتبت لنا الصبغة من أول استعمال مع التركيز على وصول الصبغة لكامل الشعر أي من الجذور حتى الأطراف طبعا هي صبغة طبيعية ليست مضرة حتى لو وضعناها في جوضو الشعر بل هي مفيدة في تغذية الفروة وتقوية البصيلات لأنها مفيدة جدا فبعدما تقومون بتوزيع هذه الصبغة على كامل الشعر تتركونها مدة من 3 إلى 4 ساعات فهنا كلما زادت المدة أي كلما تركنا الصبغة مدة أطول على الشعر كلما أعطت نتيجة أكثر وكيفما قلت ليس بها أي ضرر على الشعر تتركونها على الشعر حتى تلاحظون في مقدمة الشعر درجة اللون الذي تريدونه ولو كان لديكم لون شعر أسود غامق سوف تحتاجون لعمل هذه الوصفة مرتين أو 3 مرات على الأقل لكي يظهر اللون فكيفما قلت هي صبغة طبيعية لن تضر بشيء حتى إن قمتم بعملها مرتين في الأسبوع ممكن أيضا إضافة بيضة كاملة على الخلطة هنا حسب الرغبة إن كان الشعر متقصف لكي تغديه وتجعله ناعم فهي وصفة مذهلة وأتمنى إن شاء الله أن تعجبكم هذه الوصفة وأتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل وأتمنى أن تنال وصفة اليوم إعجابكم وشكرا لكم على حسن المتابعة أنتظروا آراءكم وتعليقاتكم وأيضا دعمكم لي وذلك بالاشتراك في القناة ولا تنسوا أحبائي أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته